في البداية عايزين نعرف يعني ايه هي اهداف الاستراتيجية الزراعية لمصر 2030 في الواقع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 لها اهداف محددة اولا زيادة انتاجية وحدتين الارض والمياه ثانيا زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الامن الغذائي ثالثا زيادة تنفسية المنتجات الزراعية المصرية سواء في الاسواق المحلية او في الاسواق الدولية رابعا زيادة تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مصر وكذلك تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين فضلا عن اهداف مواجهة التغيرات المناخية الفجائية التي تواجه الزراع المصرية مصر في عهد البطالمة كانت سلة الغذاء للعالم يعني هل بعد اتباع هذه الاستراتيجيات ممكن نشوف مصر مرة اخرى هي سلة الغذاء للعالم ده ان شاء الله حيكون ويعني فعلا مصر كانت سلة الغذاء للعالم في العهد البطالمة والعهد الروماني بشكل محدد الان الاستراتيجية يعني نحن حققنا كثير من الانجازات في طريق زيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحسين الامن الغذائي في مصر لدينا اكتفاء ذاتي كامل من الخضر والفاكهة بل اننا نصدر ايضا وقد كانت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام قصة نجاح بالكامل حيث تجاوزنا حاجز خمسة وستة من عشر مليون طن واحتلت مصر المرتبة الاولى في تصدير البرتقال بعد ان كانت اسبانيا تحتل تلك المرتبة تقليديا ونحقق الاتفاء الذاتي شبه الكامل من الاسماك ومن المحاصيل السكرية ونحن على الطريق بالنسبة لمحاصيل الحبوب نحن على الطريق في هذا الاطار من خلال جهود المراكز البحثية في استنباط الاصناع طب عايزين حارف تكلمنا عن مشروعات التوسع الافقي اللي بتقوم بيها الدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية مشروعات ضخمة في الواقع يعني مشروع المليون ونصف فدان مشروع تشكا الخير مشروع مستقبل مصر واحد واحد من عشر مليون فدان وهو مستقبل مصر بالفعل في اطار مشروع الدلتة الجديدة اتنين واثنين من عشر مليون فدان تنمية شمال ووسط سيناء سبعمية وخمسين ألف فدان وتم إنشاء محطة مياه المحسمة ومحطة مياه بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة لرأي الأراضي الزراعية بسيناء الحبيبة شرق العوينات مشاريع ضخمة في الواقع يعني تعمل باتجاه تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الداتي من المحاصيل الاستراتيجية في مصر عظيم